هذه اللعبة سببت لي صدمة وأنا كنت متحمس لها من وهلة كشفها الأولى كثير من اللاعبين وأنا منهم توقع أن اللعبة عبارة عن زيادة من خليط ألعاب السولز مع حرية أكبر في الحركة زي لعبة ساكيرو لكن الواقع اللي شفته قدامي هو أن هذه اللعبة ما لها علاقة بأسلوب السولز وتقدم لنا توجه جديد لفريق التطوير تيم نينجا وتحاول تقديم تجديد مرحب فيه جدا على هذا النوع من الألعاب لو كنت بعطيكم وصف دقيق للعبة Rise of the Ronin فهي فعلا لعبة ياكوزا كلاسيكية لكن في حقبة نهاية الساموراي الشهيرة وما نمصدق كيفية التشابه بين هذه اللعبة وسلسلة ياكوزا وفعلا آخر ما توقعته من فريق تيم نينجا طبعا أكيد فيه فوارق وحطوا لمسات خاصة تعطي اللعبة هويتها الخاصة اللعبة مقسمة لمناطق جغرافية مختلفة من اليابان القديمة وكل منطقة بتكون مرتبطة بفصل معين من القصة والخريطة أكبر بكثير من اللي تعودنا عليه في ألعاب ياكوزا وبتحصل فيها نقاط اهتمام كثيرة واللي تمثل الأنشطة المختلفة اللي تقدر تنفذها في اللعبة لكن لا تتوقع تشوفون شي مثير أو غير المعتاد نتكلم عن بعض المتاجر اللي ممكن تشتري منها وتدور على قطط وتجمعهم وكنوز بعض منها مخفي عليك وتدور الطريق لهم وأيضا معالم تصورها في كل منطقة وفي حال جمعت كل المقتنيات في منطقة معينة بتحصل على مكافأة خاصة عبارة عن أدوات تفيدك في اللعبة وضايقني جدا عدم وجود خريطة مصغرة وقضيت وقت طويل في اللعبة خلال الاستكشاف بالتنقل ما بين اللعبة وشاشة الخريطة الكبيرة وعلى موضوع التنقل تقدر تستخدم الحصان وتستدعيل التنقل السريع في أي لحظة واللعبة عجبني فيها أنها ملمومة ومناطقها متقاربة وما راح تحس بالفراغ في عالمها أبدا والبطل يقدر يتسلق على المباني باستخدام القفز والتعلق بالخطاف وأيضا يقدر يطير باستخدام أجنحة لمسافة معينة فيه بعض المباني اللي تقدر تدخلها والباقي بيكونوا مقفل اللعبة تاخذ مكانها في منطقة إيدو في نص القرن التساطاش وتشهد صراع كبير بين مناصري الشوغن أو القائد العسكري لليابان ومعارضيه اللي يتمنون زواله وزوال منصبة اللعبة مليانة بشخصيات شهيرة وحقيقية تمثل هذه الحقبة ومن الممكن محبي الترفيه يعرفون الكثير منهم من ظهورهم في أعمال شهيرة مثل الأنمي جنتما جالسين نتكلم عن فرقة الأمن شنسن جومي وأعضاءها هيجي كاتا توشيزو وكوندو إيسامي وأعداءهم اللدودين كاتسورا كوغورو والشخصيات الأيقونية مثل ساكاموتو ريوما الجميل في Rise of the Ronin أنها توظف هذه الشخصيات بشكل ممتاز عن طريق خاصية اسمها بوند واللي تقيس لك قوة علاقتك مع هذه الشخصيات بحيث عليك أنك تختار في أي جهة راح يكون ولائك هل بتكون مع المجموعة الداعمة للشوغن ولا بتكون مع المجموعة المعارضة وهذا الشي مش بس راح يأثر على علاقتك بشخصيات اللعبة وحيكون أكثر من كذا بحيث القصة راح تتأثر بشكل مباشر بقراراتك اللي تتخذها أوكي خلينا نتكلم الآن عن واحد من مزايا اللعبة الرائعة خلال اللعب ممكن تضطر لاتخاذ قرارات مصيرية بعضها ممكن يكون عبارة عن قتل شخص من عدمه أو تسريب معلومة مهمة لجماعة أو ثانية لكن إيش تسوي؟ في حال أنك ندمت على قرار اتخذته في السابق لا تشيل هم لأن هنا يجي دور خاصية المسار الزمني في اللعبة بحيث تقدر ترجع للماضي وتتخذ قرار غير اللي أنت اتخذته بالأساس وتشوف كيف تتأثر الأحداث بعد هذا القرار وهذه الميزة بالعادة نشوفها في ألعاب الروايات المرئية لكن مش في هذا النوع من الألعاب وكان مثير تجربة هذه الخاصية واكتشاف المسارات المختلفة للأحداث المحورية الآن ننتقل لأسلوب القتال وهو يمثل معظم أوقات اللعبة خارج القص فالمهمات الرئيسية كلها عبارة عن خليط من نفس الشي قتال فوج من الأعداء والفوج اللي وراه والفوج اللي وراه بعدين ينتهي المطاف بقتال زعيم عشان تنهي المهمة حتى المهمات الفرعية تنقسم إلى مهمات بوند لتعزيز علاقات الشخصيات وياك وأيضا مهمات جانبية عادية وغيرهم كلها على بعضها عبارة عن جولات قتالية وبعض منها في عالم اللعبة وبعض منها تكون مهمة منفصلة تنفذها بشكل جماعي سواء مع الكمبيوتر أو لاعبين ثانيين بالأونلاين اللعبة تقدم ثلاث مستويات صعوبة وراح ترضي اللي يدور تجربة بسيطة واللي يبي تجربة فيها تحدي كبير المهمات الرئيسية اللي تحتوي على قتال زعيماء بيكون لها شاشة خاصة للاستعداد للمهمة وكأنها مرحلة منفصلة في هذه الشاشة تقدر تختار من شخصيات الكمبيوتر اللي بنيت معها علاقة ويشارك معاك في المهمة مع العلم أن الفريق يستوعب ثلاث أعضاء بما فيهم شخصيتك أو تقدر تشبك أونلاين وترسل دعوة لأصحابك للمشاركة وإياك نظام القتال يعتمد على السلاح المستخدم سواء كان رمح أو سيفين أو سيف واحد وغيرهم كل سلاح له عدة وضعيات قتال تقدر تبدل بينهم خلال القتال الفكرة هنا أن اللعبة تقدم نظام نقاط ضعف وقوة مشابهة للي شفناه من قبل في ألعاب فاير إمبلم بحيث كل نوع سلاح يملك التفوق على نوع مختلف وأثناء القتال عليك التبديل بينهم على حسب الموقف والعدو اللي تواجهها واللعبة تقدم أيضا خواص الأغتيال بشكلها المبسط سواء تضرب عدو من وراه أو من فوقه أو من خلال أنك تتخبى بين العشب الطويل بشكل عام أسلوب القتال واللعب يشبه كثير سلسلة ألعاب يكوزة واللي جربها في السابق بيحصل نفسها هنا في مناطق مألوفة مشكلة اللعبة الرئيسية في نظري أنها تحاول تسول كثير في نفس الوقت لجرجة أنها تفقد الكثير من الأمور قيمتها في اللعبة فمثلا الأسلحة المتوفرة في اللعبة كثيرة جدا ومتشابهة وحرفيا في كل قتال ومهمة أحصل أسلحة أقوى فأقوم أغير سلاح القديم واللعبة تقدم خاصية تطوير الأسلحة وما استخدمتها بالمرة ليش أقعد أطور سلاح وفي الأخيرة بدلة بسلاح ثاني بعد خمس دقائق في مهمة مثلا وهذا الشي ينطبق على الدروع اللي تجمعها أيضا فيه كثير من الأشخاص اللي علقوا على موضوع رسومات اللعبة وللأمانة ما أشوفه أمري استحق التركيز صح اللعبة مش مبهرة تقنيا لكن أقرب لسلسلة زلدة على السويتش من أي شي ثاني بحيث يعتمد جمالها على العامل الفني أكثر من التقني وشخصيا ما أشوف موضوع الرسوم كعائق في تجربتي للعبة على الإطلاق وبالعكس أعجبت كثير بتصميم الشخصيات والمباني وبعض المناظر الطبيعية الجميلة بشكل عام اللعبة عبارة عن مجموعة متفرقة من الخواص الجميلة اللي تسوي لك لعبة ساموراي ممتعة وهي تسوي الكثير من الأمور بشكل أفضل من شبيهاتها من اللي شفناهم في سوق الألعاب سابقا لكن في آخر اليوم تبقى لعبة عالم مفتوح وما تخلو من الأفكار المعتادة والمعارك المتكررة اللي تصير مملة بعد عدد معين من ساعات اللعبة الطويلة وهذه كانت مراجعتنا للعبة Rise of the Ronin على البلاي سيشن 5 لو عجبكم الفيديو لا تنسونا بضغط زر اللايك والسبسكرايب وترك تعليقاتكم اشتركوا في القناة